سلام عليكم. رح نتكلم إياكم اليوم عن مشكلة فقدان التوازن. طبعاً أكثر الناس لما يصيدهم فقدان التوازن يهلعون ويخافون. ليش؟ لأن أول شيء يخطر على بال الشخص إنه ممكن يكون هذا إلي علاقة لا صمح الله جلطة أو مشاكل في الراس أو في المخ. لما يحضر إلي المريض إلى العيادة ويشتكي من فقدان في التوازن أول شيء أسأله إذا كان هناك أعراض أخرى مصاحبة إلى فقدان التوازن يعني مثل خفقان استفراط يعني يرجع الشخص أو ممكن يكون فيه صفير أو أصوات في الإذن أو ممكن يكون فيه فقدان في السمع. كل هذه المعطيات بالنسبة إليه كطبيبة مهمة جداً علشان أقدر أكون صورة إلى التشخيص المحتمل اللي فراسي. شلو هي الأسباب الممكنة أو الشائعة عند الأشخاص اللي ممكن تسبب فقدان توازن؟ طبعاً كثيرة هي الأسباب وأولها وأبسطها ممكن يكون فقط تراكم في الشمع. تراكم الشمع في الإذنين ممكن يضغط على الطبلة ويسبب إحساس بعدم الاتزان. فبمجرد تنظيف الإذن ممكن الشخص يرجع إلى اتزانة الطبيعي. لما يكون هناك أعراض ثانية مصاحبة إلى فقدان التوازن هني أبدأ أشك هل ممكن تكون الإذن الداخلية والقنوات الهلالية هي المتسببة؟ سواء كانت بالتهاب فيروسي سواء كانت بأمراض أخرى أو ممكن يكون تحرك إكريستالات في القنوات الهلالية المسؤولة عن التوازن. كيف سأعرف كل هذه الأجوبة؟ طبعاً بالفحص. نفحص الإذن، نفحص ضغط الإذن، نفحص السمع ونقوم بعمل فحص التوازن. فحص التوازن هو عبارة عن فحص يفحص إلينا ثلاث وضعيات إلى ثلاث قنوات الهلالية المسؤولة عن التوازن في الإذن الداخلية. بهذا الفحص أحرك المريض في ثلاث اتجاهات بزوايا معينة وأقدر أكشف إذا كان يعاني من فقدان التوازن أو لا. بالإضافة إلى مراقبة حركة العينين أثناء الفحص عشان أشوف إذا كان في أي اهتزازة ناتجة عن عدم الاتزان. أكثر أنواع فقدان التوازن شيوعاً هي فقدان التوازن الحميد، الوضعي الحميد، اللي يكون ناتج عن تحرك الكريستالات الإذن الداخلية، ولكن هناك أسباب أخرى شائعة جداً عند الأشخاص خاصة عند صغار السن، اللي هو الناتج عن تيبس أو تشنج في عضلات الرقبة والأكتاف، وطبعاً هذا يكون ناتج عن الجلوس لفترات طويلة بدعم الكمبيوتر أو استخدام التليفون، فالشخص يجي يكون التاريخ اللي يعطينيها ما يساند أن يكون عنده مشاكل في الإذن الداخلية. وعادة فحص التوازن يكون عنده سلبي، يعني ما حدث عنده أي مشكلة أثناء الفحص، وهذا دليل على أن المشكلة في الرقبة، إذن شنو العلاج؟ العلاج الطبيعي، مع بعض الأدوية اللي ترخي العضلات وتساعده. طبعاً مهم جداً بالنسبة إلي كطبيب أني أقوم بفحص كامل إلى المريض، لأنه بدون هذا الفحص من الصعب جداً أني أصرف أدوية. ولا أنصح أي مريض يصير عنده فقدان في التوازن يأخذ وصفة من زميلة، من صديقة، من جارة، لأنه ترى فقدان التوازن قد يكون نفس العرض، ولكن الأسباب مختلفة تماماً، فما أنصح أحد يستخدم أدوية بدون استشارة طبية. ترجمة نانسي قنقر